حدث اليوم بحول الله عن قوله سبحانه ونرضى وضعها للنام فيها فاكهة والنخل ذات لكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان كاننا كلام الإذن عن هذه البداية بسم الله بما هو سبحانه وتعالى الرحمن هذه الصفة العظم وهذا الاسم العظيم لله جل وعلا بما أنعم سبحانه من تعليم للإنسان القرآن الكريم وبما خلق وبما برأ وبما رزق فكان الصياق ابتداء قائما أساسا على الإنعام والنعم الفياضة من الرحمن سبحانه وتعالى على جميع خلقه نعم دنيوية للناس أجمعين ونعم إيمانية لمن استجاب لله ورسوله ولذلك لا يزال سياق هذه الصورة من بدايته إلى نهايته مذكرا بأنعم الله وبآلائه ونعمائه جل وعلا متوعيدا كل من كفر بالله من حيث هو منعي إذ حقه سبحانه على عباده أعظم بكثير من أن يحاط به إذ خلق وهدى لأنه علم القرآن ثم سبحانه وتعالى تكرم على جميع عباده بالرزق وبجميع أنواع النعم ولذلك مقاطع هذه الصورة هي من العظمة ومن الجمال بحيث يبقى القلب مشدوها مرتبطا إليها أي مرتباط كلما تأمل وكلما تدبر فذكرنا إذن أن هذا الابتداء العظيم باسمه سبحانه وتعالى الرحمن الرحمن علم القرآن رحمته العظيمة بما هو الذي علم القرآن العباد هذه النعمة العظمى القرآن وما أعطى للإنسان من قدرة التفاعل مع القرآن وهذه القدرة هي البيان نطقا وثهما وتلقيا خلق الإنسان علمه البيان وما بينا بعد ذلك من هذا الصياق العظيم الذي وضع فيه الإنسان بدقة وبحساب من بوران الأفلاك وخلق الأزمنا التي فيها سيقوم الإنسان بالعمران انطلاقا من القرآن الذي علمه وبوسيلة البيان التي أوتيها الشمس والقمر بعثبان والنجم والشجر يسجل والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان نتحدث اليوم بحول الله عن قوله سبحانه والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان كان لنا كلام إذن عن هذه البداية بسم الله بما هو سبحانه وتعالى الرحمن هذه الصفة العظمى وهذا الاسم العظيم لله جل وعلا بما أنعم سبحانه من تعليم للإنسان القرآن الكريم وبما خلق وبما برأ وبما رزق فكان الصياق ابتداء قائما أساسا على الإنعام والنعم الفياضة من الرحمن سبحانه وتعالى على جميع خلقه نعم دنيوية للناس أجمعين ونعم إيمانية لمن استجاب لله ورسوله ولذلك لا يزال سياق هذه الصورة من بدايته إلى نهايته مذكرا بأنعم الله وبآلائه ونعمائه جل وعلا متوعيدا كل من كفر بالله من حيث هو منع إذ حقه سبحانه على عباده أعظم بكثير من أن يحاط به إذ خلق وهدى لأنه علم القرآن ثم سبحانه وتعالى تكرم على جميع عباده بالرزق وبجميع أنواع النعم ولذلك مقاطع هذه الصورة هي من العظمة ومن الجمال بحيث يبقى القلب مشدوها مرتبطا إليها أي مرتباط كلما تأمل وكلما تدبر فذكرنا إذن أن هذا الابتداء العظيم باسمه سبحانه وتعالى الرحمن الرحمن علم القرآن رحمته العظيمة بما هو الذي علم القرآن العباد هذه النعمة العظمى القرآن وما أعطى للإنسان من قدرة التفاعل مع القرآن وهذه القدرة هي البيان نطقا وفهما وتلقيا خلق الإنسان علمه البيان وما بينا بعد ذلك من هذا الصياق العظيم الذي وضع فيه الإنسان بدقة وبحساب من بوران الأفلاك وخلق الأزمنات التي فيها يقوم أربلة ذلل للتذليل ذلولة فمشوا في مناك فمشوا في مناك بها وكلوا من رزقه كما في الصياق الآخر جعلها جل وعلا ذلولة كأن كلمة ذلول هذه توصف بها عادة في لسان العربي الداب باتو يكون وحدة جمل وعر أو ناقع أو تور يعني القوة ديلة البذلية هائلة لو أنه يصور ويرفوس أو يركال أو يضرب أو يمطع إذن يبطيش بطشع ويدمر تدمير ولكن مع ذلك حينما يذلل حيوان ضخم رهيب مثل هذا الحيوان يقوده طفل صغير كما كان نشوفه في البواديق بالدري صغير طفل يعني دي واحد الطور يعني يعني في واحد الحجم واحد الجسم واحد الخوار شديد ورعيب يورد ويرد لا يصطب ويعني لا يفكر صوره يعني وكلمة يفكره أنه يصور كما هو طبعه في الأصل على هذا الطفل الصغير ويمزقه يربع يربع ويفر في الخلف مع ذلك العادة إلا في أحوال خاصة العادة أن هذا الثور يبقى مستجيبا ذلولا ذلولا ونقول ذلل الطريق طريق ذللها ممن أعبدها وسوى حفرها ومتوآتها وأحجرها تكون طريق محجر في الحجر طال نتوآت أو محفرة يجيو واحد ويقدها أو جماعك تواطيها وتقدها هذا تذليل للأرض وتذليل للطريق كذلك الحيوان حينما يدلم ويصبح مروضا ترويضا وميسرا تيسيرا ومسخرا تسخيرا فعبارة وضعها هاون وضعها في هذا السياق تحمل كل هذه المال ونرضى وضعها ذلنا أي ذللها واسخرها وهيئها لتستقبل الإنسان لتستقبل الأنام أي البشرية وتكون طيعة تسير بهم الهوين في مسار الفلك سيرا إلى الله جل وعلا استجابة لله تصنع الأرض بأمر الله الزمن وبذلك تحسن وتعد أعمار الإنسان طبعا بدورتها على نفسها ودورتها على الشمس فهي تسير مذللة موضوعة من الإنسان ويسمع الله بها سبحانه وتعالى الفصول شتاء وربيع فصيفا فخريفا والمستفيد هو الإنسان إذ الأرض تتبدل أحوالها كل فصل شجرا وثمرا وحرصا وهل مجر كلمات القلائم فيها من النعم ما لو بقي الإنسان يتدبره عمره كله لنسب العمر ولا تنفد كلمات الله التي منها هذا القرآن العظيم ونرضى وضعها للأنام يعني للأنام وهذا اللام الأرض وضعها الله تعالى أي سخرها وذللها للإنسان لام فيه معنى الاختصاص وفيه معنى الغاية أيضا أي لهدف هنا أي أن الله جل وعلا خلق الأرض ووضعها أي جعلها ذلولا طيعة مسخرة لمن للإنسان سبحانه وتعالى من ملك عظيم ورب منعم تواب رحيم جل وعلا ما يختارش عن نبال ديال الناس ما قد يقعوا بعقول بعض من لا علم له بالله يعني ماشي ربي سبحانه خلق الكون وما كانش بل سبحانه وتعالى عن ذلك علوم كبير ما في بلشرة واحد لقد خلقه بندم لأنه خلق الكون قبل الإنسان بملايير السنين ومعروف العلوم المعاصرة وكما ومشار إليه أيضا في القرآن الكريم والسنة النبوية ثم خلق الإنسان وأهبطه الأرض أو إلى الأرض قلنا بطم منها جميع فسكن الإنسان الأرض كين بلدهم تخطط تديروا تفكر ديره ولذلك بعض أهل الفكرية يظنون هذا الظن السيء الباطل كي يديروا القياس الباطل مع وجود الفارق العظيم بين الخالق ومخلوق كيف يجدوا هذا القياس يعني كي بدأ يبنيه إبليس بحال بندم الشرع واحد البطار دي الأرض ومازال ما مخلمش أشخي يدير فيه أو أشراه السلام شو يبلو حرطه دراء عود قلنا نقل فيه البحيرة لا نقل فيه واحد دال يديا يعني عاد كيف يفكر شي يدير فيه ودير فيه شي حاجة لأن هذا القطار صالح له لأي حاجة بعض الجاهلين بالله يقولون مثل هذا الكلام الساقط الذي لا يليق بالله جل وعلا والقرآن ينقضه من اللحظة الأولى التي خلق الله فيها الأرض قبل ما لا يرسل خلقها مذ خلقها وهو سبحانه وتعالى عليم بأن الإنسان سيسكنها بأمره وبإذنه وبقضائه وقدره ولذلك خلقها منذ اللحظة الأولى مهيئة للإنسان مهيئة للإنسان بمعنى أنه جعل فيها إشياء سيستفيد الإنسان منها بعد ملايين السنة نعم لو سكنها الإنسان في تلك اللحظة الأولى لم استطع أن يعيش ربما لظروفها التقصية أنها دزجاء عصور كما يتحدث عهل الجيولوجيا عصور جليدية وأحوال غريبة رعيبة لا طاقة للكائن الحي بسكنها أنائذي وأيضا عاشت فيها حيوانات شريسة ضخمة لا طاقة للإنسان بمحاربتها أبدا كد بين الصورات وعاشت الأرض تقلبها جيولوجيا غريبة جدا اكتنزت بسبب ذلك هذا الشيكون اللي دزع لها اكتنزت بسببه معادل وطاقة بيترون وأشياء عجيبة في باطنها خلقت قبل ملايين السنين وماتت قبل ملايين السنين وصارت تحت طبقات الأرض ليستفيد منها الإنسان بعد أزمنة بعيدة في مستقبل الأرض ولا وضعها لننم تلك الدين الصورات التي كانت تعيش كانت تعيش باش تستمج منها الإنسان بعدما تموت وتدخل باطن الأرض ويصنع الله بها ما يصنع من توازنات في تكوين الأرض وفي معادلها وطبيعتها والأشجار والغابات كل مكان وحيتان ضخمة التي يتحدث عنها اليوم التي أيضا ابتلعتها الأرض في تحركاتها وزلازلها وصار منها ما صار في باطن الأرض للإنسان ولذلك قال جل وعلا في صياق سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم مش عادي بلوها للشغل لا منذ البداية وهو بكل شيء عليه خلق لكم ما دالة على الجهال أي ما تعلمون وما لا تعلمون وما الله به وحده عليم مما في الأرض خلق للإنسان ما فوقها وما تحتها وأكده رغم أن هذه الماء في العربية كتعني جميع مع ذلك قال جميع زد وحد داخل ماء استغراقية شاملة تدل على كل شيء مما هو في الأرض عموم ولكن أكده حتى لا يخترب البال أن يستثني الإنسان يقول لا هذو كل كانوا قبل منا يعني الحيونات كانت غابات وحرقت وكذا قبل الإنسان بكذا وكذا سنة لم يكون للإنسان لا الله تركي يقول من إنسان لأنه به نظم سبحانه ووزن مكونات الأرض التي ستليق بالإنسان حينما يهيئ الله الأرض لذلك المخلوق فحينما تهيئت وطابت ونضجت خلق الإنسان ليأكل ثمرتها ويعيش فوقها ونرضى وضعها للنام كل الناس وليس للمسلمين أو للمؤمنين فقط بل للنا لكل الناس وعدد النعم أو بعض النعم التي خلقها سبحانه بعبارة القلائل فيها من الشمور والإحاطة ما الله به عليم والأرض وضعها للنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبإجئة أهلاء ربكما تكذبان الفاكهة لو حاول الإنسان أن يعصي أنواع الفواكه لا أعياه الوقت والعد ولما وجد ولما وجد لأنواعها وأحوالها نهاية منكم صنف مئات بالآلاف الأصناف التمر وحده يعني إذا أريدت أن تتعدد أجناس الكبرى هذا التمر هذا البرقوق هذا الموز هذا كذا عاد كمير جدا والذي يجونه في الأرض ويسافر يدرك أنه نالك من غرائب الفاكهات في بعض الأحيان ما لا يصير إلى هذا البلد أو إلى ذلك البلد رغم أن المواصلات موجودة في هذا الزمن لأن بعض الفواكه لا تحتمل الصفر وقد تصفروا في ظروف كان سبحان الله عظيم رأيت في بلاد جنوب شرقاسيا في ماليزيا هذه بلاد عايشة غير الفكهة الصباح يفطروا عن الفكهة يعني أنها منطقة هي عبارة عن غابة هي جزور عبارة عن غابات فيها فواكه غريبة ما رأتها عيني قطوا في حياتي ولا سمعتني شي غريب جدا واحد نعدي الفكهة من نوع يركب الطيار ولذلك مشكلة دول الصفر ما كي يمشيش ربما بعض الخواص بأن الناس يستقدمونه في طائرات خاصة ممكن عقلا ممكن ولكن يعني لا يعني ليس شائعا في الأرض وما أن فيه لذة غريبة ومذاقا عجيبا ضخم بحذ بالله وكي تفرق بالشاق مشي يعني جل جل مشه بقين ذكر اللفظة ديالله باللغة ديالهم يقولوا ليه دوريان وروس ديالله سبحان الله يشباه الموحد يلا بيض وفيه لذة عزيبة جدا كثير جدا في جزر شرق آسيا جنو شرق آسيا ماليزيا عندونوسيا فليبين هذا فقط ذكرت مثال وإلا في أشكال كثيرة ما زلت أذكرها بخيالي حينما رأيت تلك البلاد وعزيب سبحان الله عاد عشرات 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 الفواكه التي لا تصير وإلى أهدين قريب كانت بعض الفواكه كانت دخول لنا المغرب جديدة كانت دزع دا ورجع دا وقالوا شنو هذا إلى أهدين قريب بعض عرفنا في المغرب المانقا وعرفنا النفوكة جديدة قبل يعني عشرين سنة أو بعد تقدير يعني يعني كعادة إنتاج أو استنبات محن والموج منفسه قديم كعرفوهم مغاربة صحيح لكن كان نادر أنا متذكر في الطفولة ديالي ماسي في الطفولة في الشباب أنا متذكر مزيان كان غالي جدا ناس كباري عرفها جديدة كان غالي جدا 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 وأنا بقي طالب هزامي عمزان أذكركم أنه صديق ديالي كان دوز أحد أحد البانا وكان قول هذه الفاكهة التي تشمو ولا تأكل مقدري جديدة دا ما هو أقرب أولي جديدة أرخص من ماتيشة فشي عجيب حقيقة فالمقصود من هذا أن الفاكهة عبر الأرض اللي يسافر يعني أكثر من أن تحسر ثم بعد ذلك رأي شيء يعني تأمل هذا العالم بالفاكهة رأي يريد داخل الصف الواحد مئات الأصناف التمر وهذه صناعة المغربية يعني مئات الأنواع كالناس تفيلت عنهم قصائل في عدي أنواع التمرين تبقى الأمسية كلها ولا تكاد تنتهي القصيدة من أنواع التمر مع الأسف الشديد وحتى فلا تكاد التمددير يسبب الجفاف الله العافية الله عليه حيبウلاد العباد ولكن بما كسبت أيدينا معي خرج عقبة على خير شاهدوا عندنا أيضا أن داخل الصف واحد أشياء غريبة وعجيبة جدا من الموج ما يقلاف الزيت عندهم عربما أمرهم ما دخلنا ما أمرهم إشتر شيء عجيب يعني داخل الصنف الواحد يعني مئات الأصناع ثم في الصنف داخل الصنف المذاقات شتاء نشده غير واحد طمرة واحدة أو زيت غير واحدة لكل وقت لها مذاق اختلفوا عن مذاقها في وقت سابقين بشكل دقيق جدا الشجرة زيتنا هذا العم أو طمر دياله هذا العم هو هو نقوله مثلا بالطمر اللي نعرفه مزيلا الفقوسة هي هذه والده الفقوس ولكن الفقوسة صبح الله دياله هذا العم بشي هو هدك ديال العم يفت اختلفوا مذاقه على حسب الري وعلى حسب طبيعة الجوي فهذا العم كان البرد هذا العم ما كانش البرد اسخل الحال كل ذلك يتأثر فيتأثر المذاق والطعم يعني الفاكهة الشجرة لها أحوال كأحوال الإنسان مرة أغضبانا مرة أفرحانا مرة والله أشياء عيزيبة كنت مع بعض الناس يستغلوا بالبيطرة ديال ديال البهائن واحد يعني هو بواحد واحد ديال المزحب بالضحك والكن صحيح قل لي راكين عيد من نفس الدجاج يعني الدجاج عنده يعني من نفس دياله خاصه واحد فبغيئة كده بتجريبة هو يعني ومربي ديال الدجاج مربي كبير كبير والله سبحانه فاسميته أمر واحد واحد المستخدم خدم أمره قال له بالضل بالضل ديال اللبسة هو دايما مولف واحد ديال اللبسة ديال خدمها ديال طابلية الله يفتح لك الطابلية يدخل بها الدجاج عنده واحد طابلية معينة ديال قال له قلعها ودخل قلعها ودخل قلعها ودهك الدجاج كله دقيق درموضاهر قلعها ودخل قلعها ودخل قلعها ودخل قلعها ودخل قلعها ودخل قلعها ودخل شي غريب جدا حقيقة نقول لك حيوانات غير عاقلة هذه حقيقة عليها على ما تستفهم ولكننا لا ندرك وعمر نسلم يدرك مستوى الوعي وكيف هو كيف كيف وإلا فما بالنملة تقول ما تقول قالت نملة هذه أدق كائن لكي تشاف قالت يا أيها نملة دخلوا مساكنكم وعند وعي بالإنسان لا يحتمل لكم سليمان وجنوده وهو لا يشعر كل خط صدر واشي انت وعي بيه واشي وعي بيك عالم الكون هو أغرب من الخيال وكذلك الشجر يرأي لا كان علم نفس الحيوان كذلك الشجر تكلم على علم نفس الشجر والذي يظن أن الشجر لا وعي له فهو إن جاهل بالطبيعة جاهل الطبيعة أو جاهل بالدين أو بهما معنى أذكر نرار أن كثيرا من المعجزات للرسل السابقين ولسيدنا محمد عليه الصلاة واجه الإعجاز فيها كشف ما معنى هذا الكلمة لما تكلم من المنى وسبح للجبل يا جبال أويبي معه والطير إن أسخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والبكار والطير محصورة ويفسرون يقول الطير كنت تسبح مع دول عليه السلام والجبال كذلك كتردد معه تقول سبح الله كتبت يا سبح الله فليست المعجزة هاهنا أن الجبل سبح لا ولكن المعجزة أن الله كشف كشف لنبيه داود تسبح الجبل وإلا فما من عبدين منا يسبح الله بصدق إلا ويسبح معه الحجر والسجر والنصص على هذا كثيرة متواترة لحيث معناها في الجبال تسبح قبل داود وإني شيء إن لا يسبح بحمده ولكن لا تفقرون من صوح وضح ولكن لا تفقرون تسبح ولكم السفرق بينك وبين داود كما سمع سليمان إن لا تتتكلم فتمسم ضاحكا من قرية ها المعجزة في المكلم هو اكشف الحقيقة للنبي وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما عبر المسجدة من بيته إلى المنبر الجديد العذادة المنبر النبوي ماشية تقويسها والدرج والزار كما كان غير كورتي على هذا فيه ثلاثة برزة واحد من ثلاثة هكذا كان من برب عليه الصلاة وعليه كيوقف ويخطب على المسجدة وخل الجدع ديال النخلا الجدر ديال النخلا بحي لكي يكون زمان عندك الزار يقطع عليه العمل خلاله ساته خرج من برد دار دياله برد دياله على المسجد بيته وعليه الصلاة ودزع لدك الجدع وطلع فإذا بالجدع يصيح قد في القرطة ديال النخلا بيتطوّد تبكي تصيح والحديث في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما صحيح المتين فرجع إليه ريال وحتى ضانه عن طبح الدرس صغير فجعل يهد هدون يعني كي يمين بيه يمين وشمالا حتى هدأ وسكت والصحاب كلهم سمع فالمعجزة هي كشف حال الجدع لا حال الجدع بالمعنى أنه المعجزة ماسي أن الجدع دكاء لا الجدع إذا قاتلوا شيء حتى يمكن يعني قبل ذلك وبعد ذلك ولكن المعجزة هو أنه الله سبحانه وتعالى هيا سيدنا محمد عليه الصوت والصر وهيا الصحابة معاه يسمعوا فأسمعهم صوت الجدع وإنما ذكرنا هذا بيانا واستطرابا ولكنه استطراب في السياق إلى أن أو بيانا لكون الشجر بما هو مثمر لفاكهته أو النبات الذي له فاكهة طماطم والطماطم عند علماء النبات فاكهة والتوت النبات أيضا من غير الشجر كل ذلك له أحوال أحوال يمتعون نفسها فلهذا إذن نعمة الله عز وجل على عبده إذ يتناول فاكهته لا تتصور بما هي أهالك مطلقا من إخلقها سبعانا وبما هي أهالك لتلك السنة ظروف لإصنعها سبعانا وتعالى من أجواء وأمواه وما شبه هذا وذلك لتمدرز تلك الفاكهة على قدر معلوم وقدرين معلوم أيضا ليأكلها الإنسان فيها فاكهة والنخل والنخل ليس نخل التمر وحسب بل النخل نخيل وقد رأيت نخلا عجيبا وأشبه ما يكون بنخل التمر لكنه لا ينتج تمرا وإنما ينتج زيتا أنا أكلت الزيت ديالتمر ديالنخل غابات كتيفة موجود بكترا في جنوب شرق عسيا في أندونسيا وماليزيا ويعتبروا فروة وطنية هكذا فروة وطنية الماليزية فروة وطنية والزيت ديرو موجود في الشرق العربي وباعوا لك موجود في مكة كيتباع رأيته حال بيدو دير ولو كأنه بكشكل هدك بيدو دير خمسيطر فيه زيت النخل ولما تشوف النخلة بيدو زيت ما تقدرش تفرق بينا وبالنخلة بيدو التمر أبدا من غير هذا النخلة بيدو الدم لا شكال آخر النخلة بيدو التمر يعني المنظر ديرا نفسه نفسه ومنطعنا أخيرا في بداية الأمر فإذنه ينتج الزيت والتمر قبل ذلك وبعد ذلك بما هو نخل هو سيد الفاكهة على الأرض فاكهتان في الأرض ذكرهم الله في القرآن فيهما غداء وشفاء التمر والزيت التمر والزيت كيف لقد ذلك بشهادة علماء الشجرين الفاكهة والقرآن أكبر شاهدين قبل ذلك وإلا ما ما قرن نور الله بنور الزيت في سورة النور كما تعلم الكم الأكمام والنخل ذات الأكمام اختلف العلماء في معنى الأكمام أو الأكمام على قراءة حص الأكمام جمع الكم الكم هو هذا الذي ينتهي إليه قمص الإنسان أو جلبابه على الصياغة المغربية للجلباب موهد الكم كما نستعمل في الدرجة هو عربي فصيح أصير فلذلك بدأوا يعني العلماء العلماء بدأوا يفكرون من كموا في النخلة قال بعضهم هو الليف وما الليف هذا مزال يستعمل بنفض آخر عربي أقدم بكثير من هذا لفض لفض الليف لأن الليف يكون في أشياء كثيرة لا له اسم خاص لا يطلق إلا عليهم عند العرب الأقدمي وليزال إلى الآن مستعملا في عام ميات أو لنقول عربية تافيدات نزال الآن كيسم نفدام نزل تافيدات يقول نفدام وهو الفادام بالعربية القديمة الأصير هناك من قال هذا هو الأكمان وهذا الفادام يدخل في صناعات قديمة وحديثا اشتاع لأن هذا الفادام أو الأكمان يشكل فعلا في منظره ومشهاده شبه ما يكون بالكل بالنسبة لجريد أو لسعاف النخل الجريدة دي النخل خارج سبح الله كليدي جريد النخلي كليدي في أصل الجريد الذي هو على الشجر أو عن النخل لفت من الفادام أو من الليل أو الأليال مغلبة حل لكم دي الجلب تماما الجريد مناسبة يسميه في عام ميتنا بالفعال العربي يقول الجريد وليس هو الأصل في التسمية إنما أصل التسمية السعف وهذا ما تحريف أن في العامية المغربية نقول السعف يعني أو الزعف والسين والزاير والصعف العربية حرف سلسة متداخلة تعمل تعمل محلة تلك وتلك محلة هذه السعف ومن نقول إحنا جريدة مشيدك الدون لا جريدة كل هذا العربي القديم الأصل تسمى سعف والجمع السعف ومتى يسمى جريدا تقول الجريد عربي لا يسمى جريدا إلا بعد نزع الورق تصبح جريدة لأنها جريدة جريد كرضية وفصيل ابن الماق الصغير إذا فطمة فصلة فصيل فكذلك الجريد إذا جريد من ورقه أو سعفه يعني من واحد جريد بالدرجة احتاك تصرم تصرم كما هو بالعربية وكما هو بالدرجة تصرم من الورق وتلغي العصاء تم عد العرب يسمى جريدا وكان هذا الجريد أثقفون به كما كان مسجد النبي عصر في المدينة مثقفا بالجريد وسعف النخلي الجريد يعني العصي التي نزع منها الورق والسعف العصي التي لم ينزع ورقها هذا وذات والبناء القديم في سيزلي ماستة وجنوب مغيب هيت يعني ورززات كل مراتق التي فيها البناء الجنوب إلى أعدين قريب بل إلى الآن بعض المنائة لا يزال موجودا سعف المخلي هو الصقف الذي به تبنى النساجد وأقد رأيته مسجيدا في منطقة مدخل الراشدية سبحان الله مسجيد تاريخيا هو أشبه هو أشبه ما يكون بمسجيد النبي كما هو في الكتب لا كما هو الآن ولا فقط لماذا؟ لأن الذي بناه عالم كبير كيين الزاوية الحمزاوية هذه تسمها زاوية سيدي حمزاوية مشي ديال الشرق لا ديال الجنوب ديال الدخل ديال الريش علما يعني حوالي كدو عشرين كيلومتر المسجد هناك بني على طراز المسجد النبوي بالدهس لأن صاحبه وهو أبو سليم رحمه الله يعني اسمه صاحب يعني كالرجل عالم مربي عالم حقيقي صافر إلى الحج ووضع كتاب في طريقة الصفر إلى الحج مشي فقه الحج لا فقه الصفر إلى الحج زمن كان صعيب ويحتاج إلى أمور كثيرة الله أكبر فقلت إذن استطربنا إلى بناء المسجد والقصد إنما هو بيان شيئة تتعلق بالنخل بما هو نعمة من الله لا تنفد فضائل استفيد الإنسان من جريده من سعافه من خاشابه من تمره لا يوجد شيء في النخل غير مفيد على الإطلاق هذا نوع نقول له في تفيلات العلف سمياء لغلبة وظيفتي لأنه كعرفه في الربعين وإلا فهو يعني تسمية بالغلبة غلبة على أنه تعلق في الربعين فكسميها في العلف وهو النوع هذا كفيه من الأدوية ما حدثني به بعض الناس الخبراء بالتمر العجب العجب يعني حينما يطحن ويطبخ ويستفاد باله قيل لصفية الكلاوة شيعيب غريبا ومن ثم يقطعن لأنها ثمارة التمر أو التمر هي ثمرة مباركة وهي التي شبه بها المؤمن في الحديث المشهور حديث بن عمر رضي الله عنه وأرضاه فالنخل تخصيصه من بين الفاكهة هذه الخلصة بها الكلام لقيمته ولشرفه ولرياسته فيها فاكهة كفى قالوا النخل رغم أنه جزء من الكل لما قال فيها فاكهته النخل جزء من الفاكهة العبارة كافية ولكنه خص النخل بالذكر في صياق الإنعام لأن الأمر ربنا سبحانه يمتن عنه بنعمه فهو يجل وعليه يقول بأن الفاكهة كلها مفيدة والنخل أو التمر بما هو من شجر نخل أثياده قد يقول القائل قال الفاكهة لماذا يقول والتمر قال لا هو رجع للشجرة كلها ورجع إلى أصلي تمر فقط منخله لما يعلم سبحانه وتعالى من أن كثيرا من شجر إنما يستفيد الإنسان من ثماريه فاكهة وربما الأشياء الأخرى من شجرة صلوه حطبان أو يعني فحمن أو استفيد بهائم فقال والنخل للدلالة على أن النخل كليه عرقوه فداموه كيرنافوه عربي قاموس يعني العبارات كله يستعمل الناس دين تفيل للتعالى النخل كله عربي الفصيح جمعه كيراني هو يعني الجدر ديال الجريدة منك تخطع ويبقى لأسق هو الكرناف قديم كله الأغليفات التي تكون يكون داخلها الطلع طلع هو العرجون من اللي يجي طالع عرجون النخل ذاكراً كان أو أونس ذكار أو لا تمرا ما كيهمش كله كيبتع مغلف بكم فسو كان هذا كأوذاء فدمون أو يعني هذه الأكمام لأنها مكممة فالأكمام إما أن تكون جمع أو جمعة كم فهو دم وإما أن تكون جمعة كم من كما الشيء يكم كماً وكمةً أي غم فهذه الأكمام تغم وتضي الطلع فكل ذلك جائز وكل ذلك تحتمله العربية وكله موجود عند المفسرين وكله منر من الله وما ذكر شيء في القرآن الكريم من الفاكهة والثمر والشجر إلا لخاصية فيه لو انتبه إليه المسلمون وفره البحث فيه لكتشف العزب المجال والحب ذو العصف والريحان حب كل حب يطعمه الإنسان بدءاً بالقمح والشعير الذي اشتهر إطلاق الطعام عليه وما جرى مجراء من سائل الحبوب والقطان الحب العصف هو التبن قيل هو الوراق لكن الغالب في علم هو تبن كما قال بعض الموسري كعصف ما كون الغالب على العصف أنه التبن يعني بعدما يدرس الحب ويبقى التبن والحب ذو العصف والريحان الريحان قيل هو نبات المعروف الريحان بقيل مغربين اسمه الريحان جميع ناسي قول الريحان ونبات معروف لكن يقال أيضاً وهو الراجع عندي هو كل نبات له طيب له رائحة طيبة وهذا أن يقل بالصياق اللهم إلا أن يكون لشجر الريحان أو لنباته خصوص ليس لجميع الأزاهير كما خص النخل بالذكر من سائر الفاكهة خص الريحان الذي هو الشجر معروف بالذكر من سائر أنواع الأعشاب ذات الرائحة الطيبة والأريج وكل ذلك صالح من الاستشهاد مادم السياق سياق منة وكرم والحب ذو العصف والريحان قيل الريحان والرزق لكنه تشير ضعيف جداً لا تطلق العارب كلمة ريحان أو الراء والحاء أو الحاء والمن لا تطلق هذه المشتقات إطلاقاً على الرزق والحب ذو العصف والريحان فهو شيء مستقل بذاته وهذا الأصواب والأصلاح لأنه كأنهم قالوا يعني يعني الحب سياق الحب الحب هو يعني يأكله الإنسان يعني يخرج من يتر ويخرج من هو أيضاً الريحان الذي هو الرزق لا ضعيف ضعيف وإلا فتمروا أيضاً الرزقون والفاكيات والرزقون صحيح رزقية الحب أبلغ لأن يعني العالم يعيش على الحب قمحاً أو شاعيراً أو أرزاً وكل ذلك حب ولكن مع ذلك يعني نبدو أن تستجيب التفسيرات لقواعد العربية واشتقاقها وإلا فلا يمكن أبداً أن يسير الإنسان في يعني أمرين أو باء يعني يعني بناء معنى لا تقبلوا العربية من القرى كذلك إذن عند هذا الحب نقف بعدما وقفنا على قوله إجلا وعلا فبأي آلاء ربكما تكذب نشر إنشارة بسيطة إلى أن أن ألا قيل جمع ألا وقيل جمع ألي كمعي معي يعني مسرام أمعاء يعني ألي جمعه آلاء وهي النعم فبأي نعمة من هذه النعم تكذبان أيام عشر الجن وليس كما سيأتي في السياق أتكذبان بالرحمن بما هو علم القرآن والقرآن وأكبر أم بما خلق الإنسان أم بما علمه البيان أم بما صنع هذا الكون بحسبان شمسا وقمر ونتج عنهما ما نتج من الزمان ودوران الأفلاك والفصول والحرص والغرص لأي آلاء يربيكم لأي نعمة من هذه النعم يغرقنا بالنعم فيذكرنا بيتكذبنا اعتقادا أو عملا اعتقادا كما هو حال الكفار نعوذ بالله الكفار أو عملا كما هو حال كثير من المسلمين أي العصيان لأن العاصر مكذبون بنعمة الله كافر بالنعمة وإن لم يكفر بالله جل وعلا عقيدة فبأي آلاء يربيكم تكذبون ولما بحول الله معها تصيل لأنها فيها ما فيها ولذلك سيكررها الله عز وجل في كل رحظة ولا تكرار ولا تكرار سبحانك الله ومعنى بيحمدك نشاهد لا إله إلا أنتنس ستغفر قلت بليك عمي النسور وظلمنا أنفسنا فإنه لا يغرر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر